معنا تليفون مين بقى؟ علو مصطفى انا مصطفى ايوا يا مصطفى ازايك؟ انحمد الله كواليد بتكلمنا منين؟ من الجيزة اول مرة تكلمنا؟ اه انت شاء الله طيب قولي بقى مشكلتك ايه؟ انا عندي 24 سنة تمام؟ تمام وزني 110 كيلو وطولي 72 72 بالضبط تمام اوكي انا عندي مشكلة انا كنت حابة ان انا اعمل ضاية فترة تمام؟ بس المشكلة ان انا الوجبات اللي هي المسلوق والمشوي انا مبعرفش اكل الاكل ده واحنا مش هنأكلك كده؟ اي ما هو ده مشكلة انا بقي بالاكل دسم شوية او على الاقل يبقى في الاسبوع مثلا عندي وجبات فيها اكل دسم او اكل فرماني حضرتك اللي هو اكل العادي اه انا عايز اخيصي بس اكل كل اللي في نفسي ماليش ده اتصرفي اتصرفي بقى انت معاكي عصائي سحرية كده؟ وخاسسين على الاقل ما يبقاش اكلي كله مسلوق حد قالك مسلوق انت لسه سمعتني حدش قاله مسلوق ما هو فيه بيبقوا ماشيين بالورقة القديمة دي اللي هو انت بتاكل صدر فرخة مسلوق وشربة خضار اه لا بالزبط اه وانا عندي مشاكل مع الاكل ده اطلا انت بصها فاهمك على حاجة احنا بنحط اساس عندنا الاساس ايه؟ ان احنا بناكل كل اللي في نفسينا بس بكميات بسيطة هي دي القصة الطبق بتاعك الطبق المسطح العادي هنقسموا نص الطبق اعتبروا خضار خضار ده بقى خضار سوتي خضار مطبوخ سلطة ايا كان نص الطبق ده قسموا كده والنص التاني اعملوا تلت وتلتين التلت هو النشويات بتاعتك الرز مثلا خمس معلق رز او حاجة والتلتين البروتين لحمة فراخ سمك ما عنديش بروتين كملوا خضار تمام فاحنا كده اي حاجة بقى هتقول الخضار مطبوخ سينية في الفرن ايا كان كل اللي نفسك فيه مفيش حاجة ممنوعة طب عايز اكل مثلا انت واحد من الناس تقولي عايز اكل اكل دسم عايز تاكل مكرونة بشاميل مثلا كل المكرونة بشاميلة عبارة عن ايه بروتين لحمة في النص ونشويات فقطعة قد كاف في الايد ومع طبق صلطة كبير تكفيني واتبق انت كلت اللي في نفسك كلت النشويات وكلت البروتين وكلت الخضار بتاعي سواء صلطة سواء خضار مطبوخ طيب ايه بقى اللي هينظم لي الكلام ده كله هتاخد معي الكورس الكورس ده اللي هيخليك تاكل الحاجات اللي في نفسك بس نقنلك الكميات وهو بقى هيساعدك في تحفيز الحرق هيساعدك في قفل الشهية شوية هيساعدك في تصبيت السكر والانسولين هيساعدك في ان هو يقلل شوية الدهون اللي بتخزنا في الاماكن فدي دي كسمنا موضعية الكورس هيبقى اساسي معك تمام؟ تمام ومعك كورس هنفطر عادي ونتغدى ونتعشى وناخد سناكس او على حسب طبيعة جسمنا الفريق الطبي هيقولك النظام اللي تمشي عليه مفيش نظام دايت موحد مفيش فيه دايما خطط علاج مختلفة مفيش حد بيمشي على نظام هو ده النظام اللي كلنا هنمشي عليه كذا كلنا هنمشي كذا لأ عشان كده بقولك الفريق الطبي الفريق الطبي اللي ارقامه موجودة كلموهم هيدوكوا الكورس المناسب ليكو لان كل واحد ليه كورس مناسبه هيديكي الوجبات الغذائية المناسبة ليكي جاول مسلوق بقى اللي هو متدايق منه ده اللي كان بيدايق الناس كلها الناس كلها مش عايزة تعمل ضايت علشان اكل المستشفيات انا بسميه كده لا دلوقتي مفيش الكلام ده دلوقتي احنا بناكل كل اللي في نفسنا بكميات مقننة ومع الكورس انه هو يساعدني انا لما هصحى الصبح هياخد كابسولة الناس اليوم هتقفل معي الشهية لمص النهار هتخلي الجزء اللي بقي من المعدة جزء بسيط تعالوا وريكوا بقى في خلال دقايق الكابسولة بقت عاملة ازاي مشانا قلتلكو كل شوية بتتقل زي الجل بصوا اهي دي كابسولة واحدة على فكرة وكل شوية هتتقل تاني بصوا بقت زي الجل ازاي اعتبروا كده ان البولة دي هي المعدة هي المعدة تمام؟ انا لما هملاها هملة تلتنها او اكتر بالجل ده طب انا هبقى شبعانا الجزء اللي فاضي قليل فاي اكل هاكله هشبع فمش هقدر ان انا اقولك ممنوع لا انا هسيبك تاكل اللي انت عايزه لانك اصلا مش هتاكله كتير فلما تيجي ان انت مثلا عايز تاكل بيتزا هتاكل سلايس او اتنين واتلاقي نفسك شباعة وده فكرة بالون المعدة الطبيعي فكرة كشور السيليم لما بقول انها امان لكل الاعمار لان هي مكونات طبيعية لما بقول انها تنفع اصحاب الامراض المزمنة لان هي مكونات طبيعية مقلقش مش هتأثرلي على الهرمونات ودي مشكلة الادوية اللي بتأثر على الهرمون الجوع والشبع اشتركوا في القناة